السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاركاتي العزيزات أهلا وسهلا بكم مع فاطمة اليوم سنقدم لكم وصفة لي مادلين بالشوكولة التي صنعتها في الفيديو السابق هذه الوصفة جديدة وهذه لي مادلين يجو مع الكين مثل تاعة مخطن تلبية لطلباتكم العجينة التي سترى اليوم لا يوجد الحليب وفي مكان الحليب وضحت الماء سنمر مباشرة الى المكونات وطريقة التحضير بسم الله سنحتاج الى 300 غرام سكر عادي نوضعها في كاسرونة ونزيد عليه 300 ميليلتر ماء نوضع الكاسرونة فوق النار متوسطة من بعد ننتظر حتى الخالد يبدأ يغري ونحسبه دقيقة او ثنين ونطفئ على النار هذا الخالد سنستعمله اما دافئ على درجة حرارة الغرفة او يكون بارد ونستعمله دافئ ونستعمله الخالد بارد ونستعمله الخالد بارد ونستعمله الخالد بارد ونستعمله مثل العسل ونستعمله برد ونزيده للمكونات الأخرى نضع في إناء الخلاب ربعة بيت من بعد نحتاج 200 ميليلتر زيت عادي 20 غرام سكر فانيلا ما يوعدل 2 كيس 20 غرام خميرة الحلوة او بيكين باودل ما يوعدل ايضا 2 كيس نحتاج كرسان تعمل نحتاج 500 غرام فارينة او طاحين او دقيق الابيض نحتاج ايضا 200 غرام حبيبات الشوكولة حبيبات الشوكولة التي صناعتهم في الوصفة السابقة ونستعمله عطر الليمون او قشور الليمون ونحتاج ايضا كرسان تعمل نضيف السيرو للبيض نزيد عليه سكر فانيلا والملح ونضع المكونات يتخلطوا قليلا فقط نحبس الخالد لان كما شفتوا السكر راه دايب بعد ذلك نضيف الخالد الزيت يستعمل زيت تاكنولا يستعمل زيت نباتي او زيت عادي نترك قليلا ونضيف عطر الليمون في مكان عطر الليمون تقدر وضع قشور الليمون او قشور البرتقال بعد ذلك نضيف المكونات نكمل باليد وضعت الفارينة وخميرة الحلوة صفيتهم ثم نضيف المكونات ثم نضيف المكونات ثم نضيف المكونات ثم نضيف نضيف المكونات ثم ثم نضيف نضيف المكونات مثل أن المكونات ثم نضيف الكونات قمت بحلواني وعمرت القوالب ودائما يجب أن تجعله 1 سم فرغ من الفوق هذه الكمية أعطيتني بالتقريب 20 قطعة حجم متوسط إذا لم تكاتفت الكمش تقدروا تزيدها نصف ملعقة صغيرة بيكاربونات لا أضفتها لأن الخميرة الحلوى التي تتبعها فيها بيكاربونات هي التي تعطي الكتافة للعجينة كما رأيكم ترون الآن هذه العجينة المتبقية وضعتها في قوالب فرضية يعني لديكم الاختيار إما توضعها في قوالب كبير أو قوالب فرضية والآن سنسخن الفرن على درجة الحرارة 200 درجة مئوية ما يعد 400 درجة فرنايت يجب أن تجعل الفرن يسخن مليح قبل ما توضعوا فيه لمادلان ثم نضع البلاطو في وسط الفرن و لا تفتحوش على الفرن 15 دقيقة الأولى حتى تحمروا على هذا الشكل مدة الطهيم العشرين حتى 30 دقيقة وهذا لمادلان يجب أن تحصلوا عليهم على الكين كثيرا يجب أن تغلقوا عليهم وحتى الغدوة تستهلكوهم سوف نفتح لكم واحدة وشوفوا كيف جاءت من الداخل وشهية طيبة بالنسبة لي ملاحظة اليوم نأكد عليها هذه الوصفة تلبية لطلباتكم بعض الأخوات طلبوا مني باش نحضر لهم لمادلان كمان تحت مخطن يعني هادوك ليجوكي شغول المعلكين ولا معجنين من الداخل هادك التعلق من يجي من السيرو لأدفناه يعني هادك السكر والماء من ذوبناهم من بعدها توضعوهم في العجينة إما توضوهم بردين وتتحصلوا على المادلان معلكين قليلا أو توضعو هادك الخالط دافي وتتحصلوا على المادلان يكونوا معلكين كثيرا وصلنا إلى نهاية الوصفة نتعليهم وإن شاء الله تكون عجبتكم ونتلاكو في الفيديو الجاي إن شاء الله مع السلامة شكرا شكرا